أقامت الكنائس التي تتبع تقويم الغربية قدس عيد الميلاد إعلاناً بانتهاء الصوم مراسم قدس عيد الميلاد شهدت حضوراً كثيفاً من المحتفلين لتبعث رسائل سلام للعالم أجمع سلام لجميع الدواء بهذه الروح الاحتفالية التي تتزين بالأضواء وأشجار عيد الميلاد والشموع ومع دقات أجراس كنيسة السيدة العذراء مريم الإستريان الأرسوزوكس بيوم 24 ديسمبر أقيم قدس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 ضمن احتفالات الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في مصر ومعه ينتهي صوم الميلاد نحن من مصر أرض الأحرامات الشامخة والتراب المبارك الذي يمر في النيل العظيم نقول نحن أبناء السلام نحن أولاد التعايش والمسامحة بكل أطياف المجتمع المصري من مسيحين ومسلمين بكلمات الشكر والصلوات أقيم قدس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة السريانية ووسط حضور كبير للشعب والمهنئين مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد بين المصلين والمطاهرات والنظفة العامة فيما يأتي القدس بعد عشر أيام من الصيام لأبناء الكنيسة السريانية كل رسالة السيد المسيح هي رسالة سلام ورسالة حب أتمنى من قلبي كل السلام لبلادنا الحبيبة والرئيس العظيم في حبد الفتاح السيسي لمحبته وتهنئته العظيمة لكل رؤساء العالم فالكنائس في مصر تختلف في احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد بين التقويم الشرقي والغربي فتحتفي الكنيسة الكاثوليكية في الخامس والعشرين من ديسمبر بفارق ثلاثة عشر يوماً عن الكنيسة الأرثوزوكسية التي تحتفي في السابع من يناير المقبل اشتركوا في القناة